أعتذر قالنا أننا كنا معادلة سياسية كسابس قوة وفائنا أن هذه القيمة طوى ذكرتمونا بأجوة لكن أنا نعود ونقول أعتذر الكلمات ناخرين يقول الرئيس جمهورية منتخب طريقة دينفراطي لأول مرة واجهنا كطبقة سياسية لها منتخبين نجوز بعمل المنتخب أن يتحرك قولا وفعلا والله غير نحيط أسمع شبه نادرين صوت العالم الوطني كل مكونات الصراع الأساسية قدس والأقصر والأرض واللاجئين أعتبر أن هذه الزيارة حتى هذه اللحظة من أنجح الزيارات التي تحركنا فيها في المنطقة لإطلاعهم على تفاصيل الأحداث اليومية ومآلات هذه المعركة أيضا أطلعناهم على أهمية الدور الجزائري في هذه المعركة منذ اليوم الأول والدعم السياسي والتوجيهات في الدعم القانوني وكذلك اليوم الجزائر عضو مجلس الأمن ودفع في اتجاه عقد جلسات استثنائية لدعم القضية الفلسطينية إضافة إلى ذلك طبعا كان هناك حراك جزائري واسع عن مستوى الدولي للبرلماني لدعم القضية الفلسطينية فالحقيقة من خلال هذه الزيارة نقدم نحن كل الشكر والتقدير والعرفان للجزائر قيادة وحكومة وشعبا فاليوم وقفنا كحزب صوت الشعب مع كل طياف المجتمع الجزائري بمختلف مكوناته سواء كانت سياسية أو جمعوية خلينا نقول الشعب الجزائري أنه انتدادا لموقف الدولة الجزائرية على الأسوار الجمهورية لكان عقيدة نوفمبرية يستمد مرجعية على الثوار فاليوم المقاومة هي امتداد لثوارنا من أجل تحرير من الاستعمار فوقوفنا اليوم مواجب عن إدراك وعن مسؤولية فكل ما أقوله أن نبقى على العزم ثابت وبالحول الله سيجدون كل الشعب الجزائري بداية من صوت الشعب في الصفوف الأمامية من أجل المساهمة والدفاع عن مقدساتنا بحول الله حتى النصر شوف كل المستطعفين كل المحبسين في العالم مستبشة الخيرا بوقوف الجزائر لأنه هي المحامي لحركة التحرف العالم فإذا كانت مكة قبلة المسلمين فالآن الجزائر هي قبلة الثوار